اشتركوا في القناة وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم الوساطة والدبلوماسية الوقائية والتعاون الدولي متعدد الاطراف في ارساء دعائم السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط والعالم وحث سعدتها المجتمع الدولي في هذه المناسبة الدولية على التجاوب الفعال مع المبادرات السامية لجلالة الملك المعظم والتي اقرتها قمة البحرين بشان عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط لحل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين مؤكدا ان مملكة البحرين في ظل النهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضعت دبلوماسية السلام والتسامح والانسانية في مقدمة اولويات سياستها الخارجية وركائز الخطة الوطنية لحقوق الانسان الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين اشتركوا في القناة